اشتركوا في القناة الاستمارات هذه هي وما جاش حتى مانبا كما رحم جاوا الجماعة اللي ملموش وجاوا كاين جماعة ما لموش وراحوا للسلطة هو ما جاش هذا اللي الرغبة ترجح هو البروفيسور جمال عباس جمال عباس صراحة قال واحد كلامة بيناتنا أنا ولا غير عجبني ولا غير عجبني قال واحد كلام صراحة نسمعوا كلام اللي قالوا جمال عباس ما حدث في الانسحاب من المشاركة في الاستحقاقات القادمة او رئاسيات سبعة سبتمبر شي طبيعي لا ما يحتاج هنا الى انه ننفخ في المزود بفارغ يعني خلاص لم تستوفي شروط جمع الاستمارات المطلوبة كل ملف جاهز كل وثاق جاهزة واستخرجنا كل المتطلبات لنحية الادارية تبقى اشكالة الاستمارات غير مستوفات شي طبيعين الانسان ينسحب ليك حاجة طبيعية واحد تقدم للسلطة باش يسحب الاستمارات باش يمضيها مهمنا وكي ما كتبش ربيه وما سهلتش الامور وما وفق لم يوفق ما ننجحش ما قدرش عادي خلاص اعطينا الدو طبعا اليوم راكم تشوفوا الاحداث لا تبشر بخير يعني مش سوداوية الوضع او تعرفون اننا ما نحبش كثير السلبية ولكن احيان المؤشرات تفرض نفسها علينا انه لازم نرجعها ولازم نحللها ودايما على عبر وصائل التواصل او وسائل اللي نقدر نوصل بها ونبلغ بها ونتكلم عليها انه هناك مؤشرات فعلا داخلية لا تمشتر بخير وهذا يطلب اليقاطة الجميع كل واحد عنده غيره على البلاد وحب البلاد لابد ان يكون يقض هلا يعني وقلك رانين نستغلت وصائل التواصل ما يخو يا رك معنا في النهار رام المشاهدين تعقنا تناك زيدنا التروع بالمفهم الصريح رايحين للعهدة الثانية مبروك هنا شوف هنا انا نحيي البروفيسور جمع العباس نحييه على الجرعة جرعة فريمونت جرعة اعطيني التروع هذه اعطيني التروع وش ما عمليه زيد له بالمفهم الصريح رايحين للعهدة الثانية مبروك رايحين للعهدة واحدة اخرى مبروك عندناش اشكال في هذه لازم نكونوا يقضين ما يحدث قبلها واثناءها وبعدها هذه اللي نسميه هنا دايما الفكر الاستباقي الايجابي واليقضاء القصوى ولا رغب فتر الشوح تقدم ما لمش ولا ما قدرش ولا لم يوفق ولا لم يستطيع ولا منع كل واحد وش يقول هذه خلاص قللك خلاص ما يكتبش ربي المكتوب القضية رايقضية بلاده مصير تاع بلاده لازم اليقضاء ولازم على باليرانيب هذه هي هذا هو البروفيسور جمال عباس